الآن سنتحدث عن أول نوع من Data Binding هو String Interpolation لا نريد أن نكتب شيئا في صفحة HTML كما هي لا، نريد أن Data Dynamic يأتي في صفحة HTML حسنا، كيف سنأتي في Server Component دعنا نقول أن نريد أن نكتب Server with ID وهنكتب هنا Data Dynamic وهي الـ ID ونكتب الـ status بساعته، أفلاين أو أونلاين لكن لا نريد أن نكتبهم هنا، لا، نريد أن نأخذهم من ملف الـ Type Script لكن دعنا نضع هذا داخل الـ Paragraph سنذهب إلى ملف الـ Type Script سنقوم بـ 2 properties واحدة خاصة بالـ ID و واحدة خاصة بالـ status السيرفر سنقوم بـ Server سنقوم بـ Server ID سنقوم بـ Equal 10 مثلا، و سنقوم بـ Server سنقوم بـ Server status equal و سنقوم بـ String مثلا، أوفلاين حسنا، يمكن أن نقوم بـ نضع الـ Type لـ property يعني سنقوم بـ Server ID سنقوم بـ Server ID أو لا يجب أن نقوم بـ أو طبعا، ستكون معروفة أو ستتعرف بـ Automatic لكن هذا مثال توضيحي ليس أكثر و سنقوم بـ Server status سنقوم بـ String سنقوم بـ Server ID سنقوم بـ Server ID نوعه ونبر بـ 10 والـ Server status سنقوم بـ Offline و سنقوم بـ و أكتب الـ Property الموجودة في الملف الـ TypeScript هذا الـ DataBine وهي الـ Communication بين الـ TypeScript وبين الـ Template أو الـ HTML سنقوم بـ Server ID هنا وهنا سنقوم بـ Server status سنقوم بـ Server سنقوم بـ Server يعني السيرفر ID كمثال هو عبارة عن نمبر بس النمبر ده ممكن تعمله الريسور ويظهر كسترينج نفس الكلام بس السيرفر سيصنع طبعاً استرينج بطبيعة الحال طيب ده كده عملنا الـ data binding ما بين الـ type script وما بين التمبلت الـ type script يكون مسؤول عن الحاجات اللي هتيجي من الـ back end أو بعض الحسابات اللي بعملها وفي الآخر هرجع نتيجة ده بتبقى مسؤولية الـ type script لكن في التمبلت بظهر الكلام ده كله طيب احنا قلنا الكرلي بريس الزي ده كده الـ string interpolation وممكن اني انا ارجع اي حاجة تقدر اي حاجة string او اي حاجة يتملها ريسورب لـ string يعني مثلا ممكن اكتب بدل السيرفر دي هعمل string interpolation واكتب كده هو كده هيفهم اني دي عبارة عن string او ممكن اكتب مثود يعني اكتب مثود هنا ترجع لي string بس ما ينفعش اكتب كذا سطر او multi lines هي لازم تبقى line واحدة طبعا عشان وانا باكتب في الـ html الدنيا تبقى اسهل شوية معي نزلت extension خاص بانه هو يكتب لي مثلا لو انا باكتب سيرفر اي دي يكتبها بلون مختلف عشان اعرف ان دي بروبرتي انا باخدها من الـ type script طيب نزلت شوية package او شوية extensions كده موجودة في الـ visual studio code هنا ممكن انا بنعمل فيديو خاص بانه ازاي تظبط الـ IDE بتاعك بس مبدئيا نزلت الـ Angular Essential بتاع جون بابا في فيرجن 9 والـ Angular Language Service والـ Angular Snippet في فيرجن 9 وطبعا المتيري الايكون سيم عشان يظهر لي الايكونات بالشكل المميز بتاعها ده طيب انا دلوقتي عملت طبعا مشغل الـ ng serve عندي في الترمنال تحت عادي وعامل save في كل حاجة سواء كان في الـ HTML او في الـ Server Component TS هفتح دلوقتي الـ Google Chrome او البروزر بتاعي على Localhost 4200 لقيت Server with ID 10 is offline طبعا القرارة مرتين عشان احنا كتبنا الـ Component بتاعنا مرتين بس الغريب هنا او مش الغريب 10 دي number واحنا من اسم الـ Data Binding بتاعتنا ان هي String Interpretation يعني المفروض بازر String بس احنا قلنا ان الـ number ده اتعمله conversion لـ String طيب وفي نفس الكلام الـ Server دي جت ازاي لو فتحنا الكود تاني هنا في HTML هنلاقي ان احنا كتبين بابين curly braces String فمعندوش مشكلة فيها يعرضها زي ما هي في حاجة برضو احب ان اتكلم عليها ان انا اعمل return من method مش مجرد ان انا اظهر property هنا في بابين الكري بلايسز هروح لملف الـ TypeScript وهاجي هنا هكتب method بترجعلي الـ Server status دي الـ Server status هعمل save هنا وهروح في التمبلت او في ملف HTML وبدل ما انا كنت برجع الـ property عطول لا هكتب method المسود كان اسمها get طبعا الحص ان هي ظهرت معي على طول عشان الـ extensions اللي انا نزلتها get server status المفروض ان انا هعمل save وهروح دلوقتي على الـ browser localhost 4200 ان الـ status بتاعتي ظهرت برضو زي ما انا كنت متوقع وانا كده اقدر ان انا احط هنا property عبارة عن string او حاجة بيحصل لها conversion او ينفع يحصل لها conversion وتتحول لـ string زي number او ان انا اكتب method المسود دي الـ return بتاعها string او برضو حاجة يتعمل لها conversion لـ string